أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عندي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العلي العظيم كما تعلمون نحن في رحاب سورة التوبة السورة المدانية التي تحدد كما قلنا تحدد العلاقات بين المسلمين والدولة الإسلامية في السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة وبعد فتح الطائف الطائف أي غزوة حنين هذه العلاقات التي كانت ضمن معاهدات مكتوبة بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين عشائر وقبائل من العرب المشركين هؤلاء القبائل والعشائر نقضوها نقضوا بنودها كما قلنا وفي المقابل أنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة التي تسمى سورة براءة أو سورة التوبة في مقابل نقض المشركين لمعاهداتهم مع الرسول صلى الله عليه وآله بقي من؟ بقي في حديثنا بعد هذه الليالي النصارى واليهود وفي قول أكو روايات كثيرة واستدلال من الآيات القرآنية وأيضا المجوس المهم أهل الكتاب لأنه على كثير من أقوال العلماء أن المجوس كان لهم كتاب يعني زرات تشت أو زرات دشت كان نبيا كما أن المسيح كان نبيا وموسى عليه السلام كان نبيا هذا أيضا كان نبيا حرف دينه هذا على كثير من الأقوال المهم الشيء المطروح في الفترة المدنية بعد فتح مكة شنو كان قضية اليهود في يثرب والنصارى أيضا موجودون في كل الجزيرة العربية شنو علاقات نوياهم هذه العلاقات يجب أن تحدد وقد حددت في هذه السورة المباركة كما قلنا في الليالي الماضي طيب البارحة قرأنا أنه يجب أن نجعل صدا منيعا أمامه النصارى واليهود هكذا يأمر القرآن وقد طبقها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال يا نصارى يا يهود أنتو نقضتم خاصة اليهود نقضتم المعاهدات المعاهدات انتهت واشتركتم في الحروب وتواطأتم مع المشركين هذه قضية مفصلة تاريخية الآن شنو الآن إما أن تؤمنوا بالإسلام وإما أن تعطوا الجزية الجزية شنو كما قلنا مقابل الخمس والزكاة والجهاد ثلاث أشياء واجبة على المسلمين إما أن يدفع خمس أمواله إذا كان تاجر مثلا وإذا يشمله أو تشمله قوانين الزكاة مزارع عند حيوانات ربها عنده ذهبوا في الضيا يدفع الزكاة وأيضا يروح للجهاد يعني إذا صارت حروب أي مسلم إذا يقدر إذا مستطيع مثل الحج شلون إذا مستطيع يروح للحج نفس الشي الجهاد يروح إلى الحرب اليهود شلون اليهود هو أساسا ضد الإسلام وين يجي للحرب يدفع الزكاة؟ لا ما عليه زكاة لأنه ليس مسلم عليه خمس؟ لا خب شلون إحنا ندافع عنه؟ يريد يعيش في الدولة الإسلامية يستفيد من كل طاقات المسلمين يستفيد من كل منع المسلمين عن أذاهم يعني إذا واحد تجاسر على يهودي الدولة الإسلامية لازم تدافع عنه إذا واحد اعتدى على نصراني الدولة الإسلامية لازم تدافع عنه تحمي حرماتهم أموالهم تجارتهم ذهابهم إيابهم سفرهم كل هذا بعد كل الخدمات القانونية الموجودة في الدولة الإسلامية تشملهم أيضا في المقابل شنو؟ في المقابل لا خمس لا زكاة لا جهاد ما يصير فلازم يدفعون شنو؟ يدفعون جزية جزية على الأبدان هي مو على الأموال الزكاة على الأموال الخمس على الأموال الجهاد على الأرواح لازم يفدي بروحها وشلون يفدي بروحها؟ هاي مفصلة ماكو وقت نشرحها تدرون أن الدولة الإسلامية ما كان يعطيهم رواتب للجنود الجند المسلم متطوع جاي دفاعاً عن الوطن دفاعاً عن الإسلام عن الدين عن القرآن هو اللي يجيب سيفه هو اللي يجيب الفرس ماله هو اللي يجيب طعامه يعني مو مثل هسه اللي تروح للجندية كل شي مرتب وراتب يطوك هموت ومكان للأكل يطوك هذا الشلون هذا اللي ما كانت تطوع واجب واجب من أموالك ولذلك اللي ما عنده ستجي آيات نشرحها في المستقبل إن شاء الله إذا واحد ما عنده حصان ما عنده فرس ما عنده سيف مو واجب عنه الحكومة ما تبطي الحكومة ما عنده مخزون حتى تبطي الشيء غريب كان في أيام الرسول يعني تطوع أكو حب للجهاد أكو فاليهودي إن نرجع إلى كلامنا فاليهودي والنصراني ما عنده هذه المسؤوليات في المقابل لازم يعطي جزية الجزية سنويا كانوا يأخذون كم دينار أو كم ديرام حسب حسب المكنة يأخذون من النصراني واليهودي حتى يعيش سالما مسالما بشرط بشرط أن لا يواطئ ولا يتآمر على المسلمين يعيش ولذلك تشوف لما انتقرى التاريخ عجيبة حقيقته يعني بعض الأوقات أنا أستحي أقول هذا بس هذا موجود بالتأخير الإمام أمير المؤمنين سلام الله عنه في اليوم ما كان عنده فلوس يريدي أعيش عائلته راح استقرض من يهودي سامعين هاي القصة بعد يعني يهودي كان يشتغل في المدينة تحت دولة الإسلام ورح استقرض منه يعني ذاك اليهودي عنده دكان عنده تجارة وعنده محل له ما ما للمسلمين وعليهما وما عليهم وعلى المسلمين بس له يعني كله يستفيد فيدفع الجزية هاي خلاصنا منها ليش هذول مشكلة عندنا وياهم وخلنا اعتبرهم مثل المسلمين بعض المشكلة أنه هؤلاء أيضا يعتقدون بالشركة واقعا يعني مثل المشركين شلون احنا عقيدتنا في التوحيد شنو عقيدتنا التوحيد الخالص يعني الله خلقنا وهو ربنا ربنا يعني الربوبية مستمرة إلى الآن وإلى آخر الزمن وأيضا هو أحد واحد فرد صمد ولا يجوز عبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى هذه عقيدة المسلمين يسا أكو تفاصيل بين المداهب ذاك بحث آخر بس عموما هاي العقيدة يسموه عقيدة التوحيد ثانيا عقيدتنا في اليوم الآخر المعادل الجسماني اللي ذكرناه في الليلة الماضية ثالثا بالنبوة واحنا الشيعة أيضا بالإمامة النبوة النبوة رسول من قبل الله سبحانه وتعالى ينزل عليه الوحي بواسطة جبرائيل يبلغ الرسول الناس للهداية ويعظهم وإذا أصالت لا إمكانية يسوي دولة خب هذا هو هل نعبد الأنبياء لا هل نسجد لهم لا هل نعتبرهم أربابا مثل الله رب العالمين كلا فسيحنا الشيعة يتهمون يتروحون يتبوسون الضريح ما دي تعبدون لا نحن لا نعبد نحن نقدسهم نقدس أرواحهم نتوسل بهم وهي موجودة في الثقافة الإسلامية سنة وشيعة يثقاكرية خب فاتخاذهم أرباب يعني شنو يعني هذول يعتبرون عزير منوء اليهود عزير منوء عزير هو اسمه في التاريخ العبري القديم عزرا في التاريخ عجيب أكو حول اليهود بعد وفاة موسى سلام الله عليه اليهود انتشروا وسووا دول وسووا قمم تجارية وقضايا كثيرة في التاريخ وصالت لهم مشكلة مع الناس وطردوا في منطقة من المناطق هذول اليهود عجيب أنا مرة قردت في كتاب أكثر من مئة مرة طردوا أكثر من مئة مرة طردوا عبر التاريخ آخرها كانت قضية هتلر في أزمانيا هاي آخرها خب هذول لو منطردوا التورات ضاعت التورات كانت نسخة واحدة نازلة من السماء على موسى عليه السلام التورات ضاعت شنو صارت منطرين أو فتات منها بقت إجا واحد اسمه عزرا اللغة العربية إخواني لو منطرين تجيب لغة عجمية مفردة عجمية عجمية يعني مو إيرانية فارسية يعني غير عربية لو منتجي كلمة غير عربية العرب يعربوها يعربوها مثلا عيسى عيسى في اللغة العبرية مو عيسى يسوع بالعربي بالانجليزي شي سموها جيزز جيزز أو جيزز خب هذول يعربوها وعندما يعربوها القاعدة العربية تقول أنه افعل بها ما شئت يعني مرة يقراها جبريل مرة جبرائيل مرة جبرائيل هاي شلون صارك كم كلمة صارك في القرآن موجود هاي يعني تصير بيدك بعد انت هذا عزير احنا نسميه عزير هو في اللغة الأصلية عزرة هذا عزرة في القسيس هسا يمكن من أولاد بني إسرائيل ايه ما يخالف بعد النكبة الأولى لليهود اجي الناس اللتمة وحاول لها انه احنا التوراة شنو صار تعال اكتب التوراة بعد كم سنة ممعلوم يقال يقال بعد مئات السنوات هاي القضية صارت يعني تقريبا اربعمية خمسمائة سنة قبل ميلاد المسيح صار هذا الموضوع هذا عزرة فعندما كتب شلون كتب من أفكاره من أصدقائه منا منا لملوم سووا شنو التوراة فالتوراة محرفة يعني موتيك التوراة اللي نازل بيد جفرائيل على موسى عليه السلام الناس اللي شافوا أن عزرة سوالهم الكتاب التوراة قدسه قالوا إنه ابن الله نرجع للآية وقالت اليهود عزير يعني عزرة ابن الله هذا ابن الله ليش سوالنا الكتاب كتب لنا التوراة قدسه هنا أنا في قريز أسوي حسب تعبيرنا إحنا أيضا سواء سنة أو شيعة لازم ندير بالنا نحترم علماءنا نقدسهم نقتدي بهم حتى المراجعة ولكن إلى حد هذا بأنه هذول مثل الأعمة استغفر الله مثل الأنبياء لا عدنا حدود والحمد لله أغلب الشيعة وحتى بعض السنة ما عدهم هذا الشيء يعني ما وصل في تاريخ الإسلام إلا بعض الأمور التي اندثرت تقريبا يعني ما يقدس عالم من العلماء حتى يوصل إلى درجة النبوة هذول وصلوا إلى درجة الألوهية قال ابن الله هذا فالشيء صار صار أب هاي الجهود هسا ما وصلنا للوسحية أب وابن عزر أو عزير يصير ابن الله فقدسوه إلى هذا الحد طبعا يمكن هو مراضها يمكن يسأله ما أدري عزير أنا ما قري تاريخ شنو صار أدري أنه هو الذي حرر كتاب التوراة من جديد أما هو كان راضي مراضي ما أدري أنا ما أدري فبالنتيجة التقديس إلى حد إلى حد معين اليوم في عصرنا هذا هاي النغمة الموجودة في بعض الأوساط مع الأسف الدينية يوصلون فلان ما أجب أسماء أبدا أنا فوق المنبر أبدا ما أجب أسماء يوصلون فلان إلى أنه هذا كل يلا يشوف الإمام الحج يلتقي به يأخذ عوامر من هاي وين صالح هذا مو في ثقافتنا ما موجود هذا الإمام الحج عجل الله وتعالى فرجه الشريف غائب عن الأنظار بأمر الله سبحانه وتعالى وسيظهر وهو حجة الله وهو ولي أمرنا صحيح بس أنه شفته وقال لي هشكله هذه أمور مو صحيحة هذا التقديس الأعمى الغير صحيح هذه صارت في المسيحية سووا عزير ابن الله في اليهودية في المسيحية صارت سووا منه المسيح ابن الله الخرافات الخرافات والتقديس الأعمى ولي حدود النبي إلى حدود النبي شنو إلى حدود من قدسة إلى أن نوصل إلى الإلهية لا سمح الله نقول النبي رسول من قبل الله عند حالات نورانية عند شئ كل صحيح أما هو عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى الإمام إلى قدسية أما إلى حد منبي يوحى إليه وهكذا هذا الملاحظة التي يجب أن نذكرها وقالت اليهود عزير ابن الله وهذه جريمة جريمة فكرية كاذبة هذا اليهود النصار ما سووا وقالت النصار المسيح ابن الله المسيح ابن الله استغفر الله أبي أتوك ذلك قولهم بأفواههم يعني كلام طالع من حجهم ما مستدد إلى قاعدة فكرية أساسية حقيقية من قبل الله سبحانه وتعالى يقول هذا حجية ما نقول حتى بالإصطلاح العام شي نقول هذا كلامك فاضي هذا تعبير نوع من الإهانة يعني ذلك قولهم بأفواههم يعني مائلة خلفية حقيقية يضاهئون يعني يشابهون المضاهية يعني المشابهة يضاهئون قول الذين كفروا من قبل المشركين هم نفس الشي كنا يقولون بس بشكل آخر اليوم شفت في تاريخ المشركين أنه كان عندهم آلهة أصنام يقول هذا الصنم إله ابن إله وهذا الصنم إله بنت إله وهذا الصنم جد إله فنفس قول المشركين بالنتيجة يعني المسيحي أهل الكتاب على راسي اليهودي على أهل الكتاب ولكن بالنتيجة نفس كلام المشركين لا يقولون بطريقة أخرى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله هذه لعنة من الله يعني الله يقتلهم هذا النوع من التنديد الإلهي أن يؤفكون الإفك يعني الكذب يعني أن وين راحين هذول انحرافهم وصلهم إلى كذب في العقيدة مع أن موسى عليه السلام بريء من هذه الأمور عيسى عليه السلام بريء من هذه الأمور المشكلة الأولى هذه أنه عقيدتهم باطلة ووليدة أجيال وأجيال صارت أنا مرة قريت أنه هذا التثليث الذي يساوهم ماكو واشك يساوهم والصليب الذي يخلوه هذا ما كان في قرون بعد رحيل عيسى عليه السلام إلى السماء كما نقول وكما يقولون هم أنه قتل هذا بعدين صار عزره خطية هو ما سوى هذا بولس سوى هذا بولس فد واحد يهودي في الظاهر صار مسيحي في الظاهر وكان جاسوس لليهود يجي غير كل المعادلة الدينية هذا التثليث من ذاك الوقت صار بعد قرون من اختفاء عيسى عليه السلام المهم المشكلة الثانية هذولا كانوا يتبعون أحبارهم أحبار جمع الحبر وأكو لغة الحبر ولكن مشهور الحبر الحبر العالم الكبير لليهود أو للنصارى يسموه حبر والرهبانهم أكثر شيء الحبر يطلق على علماء اليهود رهبان منه رهبان هذول اللي يرحون إلى الأديرة جمعوا دير ويلبسون الخشن ويتركون الدنيا يقولوا نحن عباد وأكو الرجال ونساء راهبات ورهبان يرحون في الدير أو الأديرة طبعا هذا ما كان في زمن المسيح عليه السلام الدين الإلهي دين الحياة تأكل تشرب تتزوج كل هذا موجود ولكن يعبد ربك هذا هو أما تروح رهبانية بالإسلام ماكو في أي دين ماكو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هاي الجريمة الأولى صاروا أرباب هذول عزرة صار أرباب رب صار بولسا رب عدهم هذا الجريمة الأولى بعض المفسرين شي يقولون يقولون سلام عليكم أولا يقولون هذولا كانوا يدرون أن هؤلاء الأحبار والرهبان حرفوا العقيدة الحقيقية الموسوية العيسوية يعني اليهودية الحقيقية يدرون بها مو هذه بس لأجل المصالح كانوا هذولا يقتدون بأحبارهم ورهبانهم من المهم صارت عدهم معبودين هذولا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون والمسيح ابن مريم يعني اتخذوا المسيح اللي هو ابن مريم هذي ليه تأكيد على ابن مريم عمدا الله يجيب المسيح ابن مريم يعني بابا هذا بشر مولود من السيدة مريم سلام الله عليها وهو ابنها فاللي يصير ابن مريم ما يصير ابن الله بعد هذا تأكيد على أن المسيح مولود من مريم سلام الله عليها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم يعني اتخذوا المسيح ابن مريم اللي هو مولود من مريم اتخذوه ربا هذه جريمة وانطلت على المسيحيين إلى اليوم مع أنه موسى لم يأمرهم بذلك عيسى لم يأمرهم بذلك وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا أوامر موسى وأمامر عيسى وكل الأنبياء أن يعبدوا إلها واحدا إله يعني معبود كلمة إله يعني معبود إلا ليعبدوا إلها واحدا تأكيد أيضا لا إله إلا هو أيضا تأكيد أنه ماكوا إله غيره سبحانه منزه أن يكون له ولد وبعض كان يقول أنه له بنات الملائكة يسمون بنات الله سبحانه عما يشركون منزه عن هذه الأفكار المشركة فوصلنا شنو خلصنا الآن من أول سورة براءة في أول ليلة من هذا المجلس المبارك إلى هذا المكان وصلنا إلى أنه علاقات الدولة الإسلامية بينهم بين المسلمين وبين المشركين حددت في هذه الآيات المباركة من أول سورة التوبة علاقات المسلمين مع اليهود حددت إما صيرون مسلمين وإما تدفعون جزية مقابل الخمس والزكاة والجهاد ما عليكم لا زكاة ولا خمس ولا جهاد فشلون نخدمكم لازم تدفعون جزية أنت المشركين لو صيروا مسلمين معاهداتكم بطلت كما قلنا يجب أن تصيروا مسلمين أو ما عليكم شغلوا لا تدخلوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا حدود معينة صارت للدولة الإسلامية في السنة التاسعة للهجرة بعد فتح مكة من قبل الله سبحانه وتعالى في هذه السورة حسنا ليش نسوي هاي الأمور شوفوا إخواني المسلمون بعد فتح مكة كما أشرنا إليها في الليالة الماضية صار مئات الآلاف من الناس داخلين في الإسلام فاختلط الحابل وبالنابل لازم يصير أمور معينة محددة قوانين إلها دولة فتية إسلامية لازم قوانين بيها بس المؤامرات انتهت لا لم تنتهي اليهود مشغولين بالمؤامرات المسيحيين مشغولين بالمؤامرات المشركين أيضا كثير منهم جاءوا بعد فتح مكة كما قلنا إما خوفا أو طمعا أو نفاقا كثير منهم مو كلهم بعضهم من مؤمنين لذول اللي جايين من المدينة كم نفر؟ عشرة آلاف نفر وألفين انضموا وياهم راحوا إلى حنين في الطائف وصارت المشكلة هناك وبفضل الله سبحانه وتعالى انتصر المسلمون الآن رجعوا للمدينة فلازم تحدد العلاقات بين المسلمين وبين غيرهم هذه الآية التي الآن نقرأها تبين أن المؤامرات كانت مستمرة شنو الآية؟ يريدون من يريد؟ كلهم يعني يؤشر إلى كل الطوائف اللي قرناها في صفحتين أو أكثر أربع صفحات من سورة البراءة مشركين أنواعهم عشائرهم قبائلهم معاهداتهم يهود نصارى مجوس كل هذولة بيهم ناس متآمرين خب موقفنا احنا شنو احنا المسلمين في السنة التاسعة بعد رجوع رسول الله من الطائف خوف كان عند المسلمين أنه شي يصير شنو رح يصير؟ منك الفرس مستعدين الروم مستعدين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم هذه الآية مستمرة إلى هذا اليوم وإلى ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجاءه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ليش بأفواههم؟ هذا في المفسر اللطيف اليوم قرأته يقول هذا النوع من التهكم بهم يعني يتمسخر الله يستهزئ بهم عادة النور البسيط مثلا شمعة يريد واحد يطفيها شي سوي؟ مش كله يسوي بأفواههم بس نور الإسلام المنتشر في كل البقاع حتى في السنة التاسعة انتشر نور الإسلام كثير من الجزيرة العربية صاروا مسلمين هذا جاي بأفواههم يريد يطفيه هذا النوع من التهكم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله أيها المسلمون صيروا أقوياء لاتخافوا حددنا العلاقات كل واحد لازم يعرف تكليفه ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون أنتم منتصرين لاتخافوا من شيء الله وياكم هو الذي يتم نوره النور شنو؟ النور تفسيره واضح إما نقول كل الإسلام بقوانينه نور وإما نقول القرآن وإما نقول محمد رسول الله صلى الله عليه وآله بعدين هاي الآية اللي نقراها الأئمة سلام الله عليهم يشيرون في كثير من الروايات أنه بعدها لم تطبق آية ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجاء هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون واحد يقدر يستشكل أو يسأل يستفهم الدين الإسلامي الحق هل سيطر على العالم؟ لا الآن الأكثرية مسيحية والأقلية مسلمية عموم الدنيا يعني أكو مجوس أكو يهود أكو مشركين أكو عباد البقر أكو ما أدري بوذيين أكو أكو إلى آخرين فهذه الآية شلونة تقول هش شكل أئمتنا سلام الله عليهم يقولون تطبيق هذه الآية تطبيقها بالكامل هو بعد ظهور الإمام عليه السلام ليش يقول هو الذي يعني الله الذي أرسل رسوله يعني النبي بشنو أرسله بالهدى حتى يهدي الناس خب لقد أهدى كثيرين مئات الآلاف صاروا مسلمين ودين الحق جايد دين حق جايد يعني ما بي ملابسات شكوكو توهمات خرافات ما بيهن خالص ليش؟ ليظهره يظهره يعني يغلبه يعني يجب أن الإسلام يغلب جميع الأديان جميع الطوائف جميع البشر ليظهره على الدين كله يعني كل الأديان تبطل وين تبطل وما صارت هذه ما صار إلى الآن ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذا بشارة من القرآن كما يدل عليه طبعا كثيرين من المفسرين ما يقبلون هذا التفسير ما نحن ما نشغل بهم شي يقولون يقولون المناطق اللي صارت مسلمة الإسلام غلبة فيها هو أما يقول على الدين كله يعني كل الأديان يرحون ينتهون حتى شفت في الرواية الصور من الإمام الباقر لا يبقى حجر ولا مدر ولا موطن ولا مزرعة ولا 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 إلا أنه كلهم يعلون الإسلام تكمل عقولهم كلهم يتشرفون باللقاء الإمام عليه السلام ويظهرون له الطاعة هذا ما صار إلى الآن المهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج مولانا الإمام الحج عجل الله ترجع الفريج بعدين يكرر القرآن يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان أكو عند مشكلة ثانية غير العقيدة العقيدة ذكرناها أنه يقولون المسيح ابن الله اليهود يقولون العزير ابن الله بعدين عندهم مشكلة يأكلون فلوس الناس هاي شلون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار لليهود والرهبان للمسيحيين ليأكلوا اللام لام التأكيد ليأكلون أموال الناس مو المسلمين اليهود يأكلون أموال اليهود أحبارهم المسيحيين يأكلون أموال المسيحيين بالباطل إذا شنو تفسير يأكلون شوفوا هذه الغضايا اللي صارت عند المسيحيين وعند اليهود أنه يجمعون أموال من الناس هذه ما كانت سابقا في أيام المسيح وبلغا في أيام موسى عليه السلام منها كثير إلى مفردات كثيرة في التاريخ منها غسل الذنوب سامعين بها بعد يقعد بالكنيسة يقول أنت يا مسيحي أذنبت تعال أنا أغسلك يعني أغسل ذنوبك بشرط أن تطي كم دولار هاي دولارت وين تروح تروح إلى بطون الأحبار والرهبات وقضايا أخرى نذورات ومعيش فصار الدين لعبة اقتصادية أيضا لعبة اقتصادية ممكن واحد يقول أنت شلون أنت المسلمين إحنا ما لنشغل بالحكومات الحكومات إلا قوانين هاي زين مو زين ما لنشغل هذا الإشكال موجود علينا أم لا الجواب لا جيب لي مرجع واحد بعد الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى سوى أموال لنفسه ولعائلته ولأسرته ولأصدقائه يأخذون الخموس أي والله يأخذون الخموس نعم واني ودوها يودوها للفقراء يأخذون زكاة واني ودوها يعطون للفقراء وهذا تاريخهم حافل وناصع ومبرهن هس تلع لواحد باقي فلوس الخموس ذاك استثناء واحد مسوي شيء أما مراجعنا حفظهم الله ورحم الله الماضين هذول وانسوا أكلوا أموال الناس بالباطل لا أبدا يأخذون ويعمرون وينفقون ويصرفون على الفقراء والأيتام والمعوزين حسب الآيات القرآنية اللي موجودة الزكاة من نفس الشيء فهذه مو مثل ذي جه لأنه بعض الشبهات يطلقوها يأخذون هذه الآية يقولوا أنت المسلمين ونفس الشيء لا ما أكل شيء أبدا خاية وحدة ليأكلون أموال الناس بالباطل يعني مرة حبر يريد يصير تاجر يصير ما يخالف أخون دي يريد يصير تاجر خلي يصير تاجر ما بيش أما يأكل أموال الناس بالباطل ما عدنا أما هذول يأكلون بالباطل يعني يأخذون الأموال باسم الدين ولا يصرفونها للفقراء حتى أنا شفت اليوم في بعض كتب التاريخية الربا اللي صار في السابق بدأ الربا من الأحبار من الرهبان وكثير من الأمور ثانيا ويصدون عن سبيل الله كثير منهم يريدون يصيرون مسلمين يهددون ما يخلوهم بعدين يجمعون الأموال هذه وشي سوها والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم كنز يصون كنوز مدخرات يضموها يشكل لهم ولأولادهم بعدين الله يهددهم طبعا هذه الآية والآية الثانية التي نقراها أيضا علينا أيضا تطبق ليس بس على الأحبار يعني الناس اللي يشوفون فقراء يموتون جوعا وهو يكنز الأموال فوق الأموال الأرصدة في البنوك وما ينفق في سبيل الله يقول تشمل لهذه الآية مو بس لليهود يوم يحمى عليها يحمى على هذه الأموال والكنوز يعني يجيبون نفس الكنوز يجيبوها عجيب يقولون هذه تطبق يوم القيامة تطبق يجيبون هذه الكنوز الأرصدة يخلون عليها نار يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم جباه جبهة وجنوبهم اليمين واليسار وظهورهم نفس الأموال تصير نفس الأرصدة تصير نار وأحجار من النار ويقال لهم هاي قال لهم من عندي ويقال لهم شنو هذا ما كنزتم لأنفسكم كنزتم تفضلوا فذوقوا ما كنتم تكنزون هذا تهديد لليهود صراحة وللنصارى صراحة ولكنها تطبق على المسلمين أيضا نستجير بالله أما الموعظة الأخيرة عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه السيد الساجدين من أطعم مؤمنا الواجبات في محلها زكاة خمس ما در شنو ضرائب دينية في محلها واجب السواحد سوى هم زكاة أعطى هم خمس هم رحل الحاج ويدي كل واجباته وزادت عنده فلوس شي سوي هذا تشجيع لأولئك الذين هم يزكون هم يخمسون ولكن بعد عدهم أموال من أطعم مؤمنا من جوع وش قيت جياعكم احنا نعرفهم في بعض البلاد اللي متورط مع الأيتام والأرامل والفقراء يدرشكم من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة بعد أكو أحسن من هذا هذا الإطعم أما السقاية ومن سقى مؤمنا من ضمأ يعني من عطش سقاه الله من الرحيق المختوم رحيق شراب في الجنة مختوم يعني ختم عليه ما قايس أحد ما لامس أحد شي عجيب كما ينقل في الروايات من ذاك يسقونه والكسوة كثير من الناس فلوس ملابس معدهم ومن كسى مؤمنا ثوبا ثوب واحد أعطاه لمؤمن ما عنده فلوس يشتري كساه الله من الثياب الخضر أكو ثياب خاص لونها خضراء في الجنة أخضر لذولا يلبسوه من هذه الثياب الخضر والعجيب آخر الرواية ولا يزال يعني هذا المؤمن اللي ينفق ولا يزال في ضمان الله عز وجل يعني أنت يا المتمكن لما تدفع ملابس لمؤمن ما عنده ملابس أنت في ضمان الله ابنك عائلتك روحك سيارتك بدنك بيتك سفرك كل في ضمان ودينك في ضمان الله إلى متى ما دام عليه يعني على الفقير منه يعني من تلك الملابس من تلك اللباس سلك خيط باقي بعده هذا المؤمن المنفق في ضمان الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عمد الوجود